عودة مجددا مشاهدنا الكرام وإلى فقرة نقاشها الغرفة تواصل الجزائر تعزيز مكانتها الاقتصادية من خلال احتياطات قوية من النقد الأجنبي والإدارة الحكيمة ومن ضمن هذا المنظور تعتل الجزائر المرتبة الأولى بين البلدان الأفريقية الخمسة التي لديها أعلى احتياطات من النقد الأجنبي بحوالي 64.6 مليار دولار وفي ظلية تقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات تبرز أهمية احتياطات النقد الأجنبي كعامل حاسم في تحقيق الاستقرار ودعم التنمية الاقتصادية الجزائر بما تمتلك من احتياطات نقدية أجنبية مرتفعة تقف على أعتاب فرصة ذهبية لتوظيف هذه الأموار في مشاريع تنموية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني نيضطر هذا النقاش مشاهدين أسعد باستضافة الأستاذ أحمد الحدوسي يا أستاذ في الاقتصاد أهلا بك سيدي أهلا شكرا جزيلا على استضافة تحية لك وللمشاهدين نعم إذن حسب تقارير اقتصادية الجزائر تحت المرتبة الأولى بين دول الفريقية الأكثر امتلاكا للإحتياط النقد الأجنبي كيف تقرؤونها ما هي قراءتكم أولا لهذا الرقم وكيف تقيمون الزيادة الأخيرة في احتياطات نقد الأجنبي في الجزائر نعم الاحتياط النقد الأجنبي في الجزائر ارتفع في السنتين الأخيرتين خاصة بعد إذا عدنا لسنوات تقريبا عشر سنوات الأخيرة منذ بداية الانخفاض في سنة 2014 أصبح الميزان التجاري الجزائري سجل عز إلى غاية 2021 أين بدأ الميزان التجاري يعرف منحنا تصاعد العز الذي سجل من 2014 إلى غاية 2021 أدى إلى اهتلاك الاحتياطات النقد الأجنبي التي كانت أدى الجزائر اليوم عودة ارتفاع أسعار المحروقات بصفة عامة ساهمة بشكل كبير في عودة الاحتياطات للجزائر وارتفاحها إلى هذا المستوى والذي وضعه في الخانة الأولى على المستوى الأفريقي إذن من جهة كمدخول ومورد مهم جدا لاعتبر يمثل تقريبا 40 إلى 50% من الميزانية العامة للدولة الجزائرية بالإضافة إلى تقريبا 90% من الصادرات الجزائرية وقطاع المحروقات الذي يمثل المورد الرئيسي وهو العام للرئيس في ارتفاع الاحتياطات بالإضافة إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة الجزائرية في السنوات الأخيرة أو ما يعرف بسياسة ترشيد النفقات من خلال سياسة أولا سياسة ضبط الواردات هذا سمح بتقليص فاتورة الاستيراد أين وصلت في سنوات ماضية إلى مستويات قياسية أكثر من 62 مليار دولار واستطاعت الحكومة من خلال سياسة ضبط الواردات إلى تخفيضها إلى تقريبا نصف إلى حدود 34 أو 33 مليار دولار صحيحا الآن بدأت الحكومة الجزائرية تنفتح أو تفتح الاستيراد شيئا بتدريج الاستراتيجية التي تتابعها هي سياسة ضبط الواردات وأدى إلى ارتفاع الواردات إلى حدود 44 مليار دولار لكن في المقابل الصادرات الآن كما قلنا منذ 2021 أصبحت الصادرات أكثر من الواردات اليوم نتحدث عن واردات في حدود 44 مليار دولار في سنة 2023 لكن الصادرات وصلت إلى 55 مليار دولار يعني تقريبا 50 مليار دولار من قطاع المحروقات وأكثر من 5 مليار دولار من قطاع خارج المحروقات إذن هذا الفائض في حدود أكثر من 11 مليار دولار يعني يضاف إلى الاحتياطات السابقة وضع الجزائر في هذه الخانة والشيء المميز أن الجزائر صحيح أنها في المرتبة الأولى من حيث الاحتياطات بأكثر من 64 مليار دولار ثم تليها جنوب أفريقيا في حدود 62 مليار دولار لكن الشيء المميز أن هذه الاحتياطات التي تمثل 64 مليار دولار تمثل في حدود 18 شهر من الواردات كتغطية وهذا شيء مهم جدا في حين أن الترتيب الذي وضعته وكالة بلومبرغ باعتماد على تقارير صندوق النقد الدولي وضع الدول الخمسة الأولى على رأسها الجزائر ثم جنوب أفريقيا مصر ودول وكذلك نيجيريا الشيء المميز أن الجزائر 18 شهر من الواردات لكن الدول الأخرى أحسنها جنوب أفريقيا في حدود 9 أشهر أما باقي الدول تتعدى 6 أشهر من الواردات بالإضافة إلى أن الميزان التجاري الجزائري إيجابي الجزائر وكذلك جنوب أفريقيا بالإضافة إلى دول قليلة التي ميزانها تجاري إيجابي كذلك عني من حيث النسبة تغطية الواردات مثلا مصر ميزانها تجاري لكن احتياطاتها تمثل حوالي 6 أشهر نيجيريا كذلك صحيح أنها حققت الآن ميزان التجاري إيجابي وهذه في سنة 2023 الأول مرة منذ سنوات طويلة منذ 2014 لكن الميزانها التجاري في حدود 1 إلى 2 مليار دولار كإيجابي لكن تغطية الواردات لا تتعدى 6 أشهر وعني شيء مميز أن الجزائر اليوم هناك أرياحية في حدود إلى 18 أشهر وهذا شيء مهم جدا فيما يخص قدرة الجزائر على التعامل مع دول وشركات على المساوى العالمي نعم سيد الحدوسي ماذا يمثل اقتصاديا أن تكون أكبر دول إفريقية هذا سيسمح لتعزيز مكان الجزائر على مستوى الوكالات الاهتمانية الدولية ويضعها في خنات متقدمة لأن الجزائر بصريح العبارة أن اليوم دولة ليس عليها ديون خارجية اليوم الجزائر ليس لها ديون خارجية وفي المقابل لديها فائض بل احتياطات هذا يسمح بتعزيز مكانتها الاقتصادية وترتيبها على مستوى الدولي لماذا تبحث الدول عن هذا الترتيب؟ تبحث عن ترتيب قصد زيادة مصداقيتها وزيادة تعاملها مع الدول وكذلك جلب الاستثمارات الأجنبية وهذا الشيء المميز وهذا الشيء الذي تعول عليه الحكومة الجزائرية هو جلب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية كذلك نقطة أخرى أنه اليوم هذه الاحتياطات التحدي الكبير هو أن الحكومة الجزائرية تحاول أن تدفع بها إلى مجال الاستثمار ومجال التصنيع خاصة أن التحدي هو رفع نسبة إسهام قطاع الصناحي من أقل كانت لها في حدود 3% في الناتج الإجمالي إلى في حدود 10% مثل ما تعهد به رئيس الجمهورية هذا يستلزم استغلال كل الإمكانيات المتاحة من بينها الاحتياطات الموجودة بالإضافة إلى الاحتياطات الأخرى في حدود 80 مليار دولار نعم أستاذ الحزيز دوسي نعلم أن العالم يعيش اليوم صراعات سياسية وحروبات مادة إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا والمميز انخفاضها في الجزائر مما أصبحت هي القبلة الأولى لكثير من المستثمرين لو نتكلم حول ما هي الاستراتيجيات المثلة لإدارة احتياطات النقد الأجنبي في ظل التقلبات العالمية التي يعيشها العالم صحيح أنه اليوم كما قلنا أنه اليوم احتياطات مثل ما أشار تقرير بلومبرغ وحتى محافظ بنك الجزائر وحتى الوزير المالية تحدثها مرارا عن هذه الاحتياطات بالإضافة احتياطات أخرى تمتلكها جزائر من احتياطات الذهاب إلى غير ذلك هذا يضعها في حدود تقريبا 80 مليار دولار هذا الاستغلال الجيد هو تحويل تلك الاحتياطات إلى استثمارات هو أي استثمارات الاستثمارات التي تخلق قيمة مضافة صحيح أنه ربما في سنوات الماضية الحكومات المتعاقبة ركزت على البنية التحتية صحيح أن البنية التحتية مهمة جدا لكن من حيث القيمة المضافة مردودها يكون على سنوات طويلة وعائدها قليل اليوم التحدي الكبير هو كيف نقوم باستثمارات يكون عائدها كبير وقانون الاستثمار حدد مجموعة من الاستثمارات نتحدث عن صناعات تحويلية صناعات ميكانيكية صناعات صيدلانية حدد مجموعة من الخطاعات ذات الاستراتيجية والتي تعول عليها الحكومة والتي تعتبر أنها لديها قدرات وميزة تنفسية للذهاب بسرعة لإنتاج بكميات كبيرة وبميزة تنفسية يسمح لها بتصدير هذه المنتجات إلى الخارج خاصة كما قلت أنه اليوم أسعار الطاقة على مستوى العالم وبلغت مستويات قياسية حين في الجزائر كميزة تنفسية أسعارها جد منخفضة وشهدنا إقبال عدد كبير من الشركات وتحدث حتى المدير العام للوكال الجزائرية ترقية الصادرات في حدود 118 استثمار سواء بالشراكة مع طرف جزائري أو باستثمار أجنبي مباشر وقال مبينة هذه الاستثمارات يعني 44 استثمار أجنبي مباشر و74 بشاركة مع الجزائر قال مبينة هذه الاستثمارات استثمار واحد بقيمة 6 مليار دولار رقم مهم جدا ورقم مشجع لكن في المقابل أن نوعية هذه الاستثمار صحيح أنها تخلق قيمة مضافة لكنها تبحث كذلك عن الطاقة تبحث عن طاقة رخيصة والذي تتوفر عليها الجزائر خاصة أن اليوم أسعار طاقة وصلت إلى مستويات قياسية وشاهدنا عدة تقارير تتحدث عن دول مثل ألمانيا لرغبة عدد كبير من الشركات الخروج من السوق الألمانية والبحث عن أسواق أخرى أو مناطق أخرى للاستثمار توجد فيها أسعار طاقة منخفضة لأن أسعار طاقة أصبحت ترهق خزينة هذه أو ميزانية هذه الشركات نقطة أخرى سيد الحدوثي لنتكلم حول ما هي الفرص التي تتيحها الاحتياطات النقدية لتنويع الاقتصاد الجزائري بعيدا عن اعتماد عن مصادر الطاقبية نعم الحكومة وضعت مجموعة من القطاعات ذات الأولوية وذات الاستراتيجية وفي نفس الوقت وضعت تصور نوعية هذه الاستثمار من حيث خلق القيمة أولا بتحدث عن الاستثمارات التي تحول المواد الأولية وحتى رئيس الجمهورية تحدث في هذا المجال قال أن الحكومة تتعهد بمرافقة المستثمرين وتصل نسبة التمويل البنكي إلى 90% خاصة في المشاريع صناعات التحولية والمواد الأولية تدخل في صناعات أخرى وهذا شيء مهم جدا على مستوى المحلي وكذلك على المستوى الدولي خاصة في الظروف الدولية الرهنة وعدم اليقين في أي لحظة يقدر الخطوط البحرية تنغلق أو ترتفع أسعارها كذلك بالنسبة للقطاعات الذات خلق عدد كبير من مناصب العمل بحكم أن اليوم معدل البطالة تحسبناها مع منحة البطالة تقريبا 2 مليون بطال وهو رقم عن تحدي كبير بالنسبة للحكومة كيف نخلق أكبر عدد ممكن من مناصب العمل وبالتالي اليوم المشاريع ذات العدد الكبير من المناصب العمل هي التي تحظى بالأولوية كذلك المشاريع بالنسبة للتكنولوجيا والتكنولوجيا المتميزة تحدثت الحكومة عن حتى صناعة الهواتف الذكية وكل المشاريع التي ذات تكنولوجيا عالية سواء بالشراكة مع الأجانب أو بفرادة مع المستثمرين الجزائرين هذه هي المشاريع الذات الأولوية بالنسبة للحكومة بالإضافة هذا في مجال الصناعي بالإضافة إلى مجال الفلاحة أشار لعدة تقارير أنه أخذ منحنيات تصعودية في السنوات الأخيرة بدليل أنه أصبح يسهم بـ 18% في الناتج الإجمالي أو ما يمثل 35 إلى 36 مليار دولار كقيمة منتجة سنويا وهذا كذلك مهم جدا والحكومة كذلك تعول عليه سواء في مرافقته من حيث الصناعة التحويلية أو كذلك برفق قدراتنا الإنتاجية خاصة في الزراعات الاستراتيجية كالحبوب والقمح وكذلك الحبوب الزيتية والبقولية نعم نقطة أخرى سيد الحيدوسير وأنت كخبير اقتصادي كيف على الحكومة العمل من أجل تحقيق التوازن بين الحاجة إلى احتياطات النقد الأجنبي والاستثمار في الاقتصاد الوطني كيف الحاجة يعني توازن بين حاجة الاحتياطة نعم أكيد أن كلما ارتفعت الاحتياطات تعطي الدولة الريحية في تنويع استثماراتها وكذلك تعطيها قدرات على الذهاب ربما إلى مشاريع كانت في مرحلة ما تعتبر صعبة ومستحيلة وكذلك بالنسبة لإنشاء البنية التحتية كذلك مهمة اليوم الحكومة وإذا اعتبرنا أنه ميزانيات سنوات الأخيرة بينها ميزانية 2024 ميزانية تاريخية وجزء كبير منها متعلق بالإنفاق العام الإنفاق العام المرتبط بالبنية التحتية والحكومة تعول على إنشاء خطوط سكة حديدية خطوط سكة حديدية لماذا؟ من أجل استغلال الموارد المتاحة نتحدث عن خط سكة حديدية نحو تندوف تقريبا 950 كيلومتر من أجل استغلال موارد المتاحة غارج بلاد يمكن جزائر من قدرات تصديرية في مجال الحديد ومدخيل بملايير الدولارات كذلك نتحدث عن السكة الحديدية في أقصى الشرق الجزائري في تبسة وإلى ذلك هذا يسمح باستغلال الفوسفات في منطقة البلاد الحدبة في تبسة كذلك من أجل مدخيل بالنقد الأجنبي كذلك وتنشيط المنطقة نتحدث عن صناعة تحويلية في سوق هراز نتحدث عن نابا نتحدث عن سكيكدا كذلك كل هذه المناطق تخلق فيها ديناميكية اقتصادية كذلك بالنسبة للولايات التي عولت عليها الحكومة من أجل إعطائها دفع قوية نتحدث عن الميزانيات المخصصة لها نتحدث عن خنشلة، تيسمسيل، عن الجلفة، عن كذلك تندوف وربما في اعتقادي أنه في الأيام القليلة القديمة سيدخل خط خنشلة حيزة الخدمة في ظرف قياسي هذا أتى من العوائد المالية التي اكتسبتها ومن الاحتياطات التي اكتسبتها الخازنة العمومية في السنوات الأخيرة جراء كما قلنا سياسة الضبط الواردات سياسة انضاج المشاريع وكذلك نقطة مهمة انضاج المشاريع هي عدم إطلاق المشاريع حتى تنضج حتى لا نقع ما وقع في السنوات الماضية إعادة تقييم المشاريع مشروع يبدأ بتكلفة معينة ثم إعادة تقييمه ربما ربع أو خمس مرات يصبح في تكلفة خيالية بعد سنوات أو بعد ما يتم استلام المشروع إذن كانت الحكومة تعهدت تحدث كذلك الوزير الأول السابق عن عدم إطلاق المشاريع حتى يتم انضاجها ودراسة كل الجوانب ومعرفة التكلفة الحقيقية هذا كذلك مهم مكن من تخفيض التكاليف إلى مستويات مهمة كذلك الرقمانة التي تقوم بها الحكومة الجزائرية من أجل كذلك تخفيض التكاليف وشدناها على مستوى وزارة التعليم العالي الخطوات التي قطعتها في مجال الرقمانة استطاعت من خلالها تدنيأت العديد من التكاليف أو استرجاع مليارات كانت تنفق سواء على مستوى النقل الجامعي أو لطعام الجامعي هذا كله سهم في رفع الاحتياطات الجزائرية كذلك كما قلنا أن الإنفاق العام هذا من أجل إنشاء البنية التحتية يسهم كذلك في خلق هذه الديناميكية الاقتصادية نعم حدوسي نعلم أن الحكومة ولا رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتسعى لتنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات بعيدا عن المحروقات والاستثمار في مجال العديد من القطاعات الحيوية التي تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال القانون المالية قانون الاستثمار الرقمنة في جميع القطاعات الحيوية لنتكلم عن السبل التي يجب اتخاذها من أجل المضي قدما في هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة نعم اليوم صحيح كما قلت وعشرت أن الجزائر حذرت الأرضية من خلال قانون الاستثمار الذي ظهر في 2022 ثم مباشرة بعده بصدور نصوص التطبيقية ثم إنشاء الوكالة الجزائرية ترقية الاستثمار ثم إنشاء المنصة المستثمر ثم المنصة المتعلقة بتوزيع العقار الصناعي ثم كذلك حتى مقاولتاتي نعم كذلك التنصيب اللجنة العليا للطعون يعني بالنسبة للاستثمار وإطلاق دفع قوي اغسط الوطني تم تحضير كل الأرضية بداية سجلنا أن أكثر من حسب تصريحات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أكثر من 6600 مشروع استثماري منذ إطلاق هذه الوكالة بتكلفة يعني لوحنا هالدولار في حدود 23 مليار دولار يعني رقم مهم جدا في حدوث نتحدث عن 17 شهر يعني هذا لم يحدث منذ سنوات في انتظار تدسيد هذه المشاريع نتحدث كذلك يعني فقط في منذ أيام الوكالة الجزائرية ترقية الاستثمار يعني وزعت العقار الصناعي يعني في ظرف شهرين تم توزيع تقريبا في حدود 160 عقار صناعي المشاريع التي تم توزيع لها العقار والتي انطلقت فعليا تكلفة هذه المشاريع في حدود 2 مليار دولار نتحدث في شهرين انطلاق مشاريع استثمارية بتكلفة أو بتكلفة هذه المشاريع 2 مليار دولار وسيسمع بتوفير أكثر من 27 ألف مصبع عمل كذلك هذا رقم مهم جدا في ظرف شهرين فقط يعني اليوم الأرضية حذرت هناك يعني شهية لدى المستثمرين لدى الدخول للسوق الجزائرين سواء المستثمرين محلين أو الأجنبين ما على الحكومة الزيارية السريع العملية أكثر وأكثر من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة وتقليص نسبة البطالة وكذلك حتى المواصلة في نفس النسق وتحقيق معدلات النمو مرتفعة نعم ما هي توقعاتكم المستقبلية لاحتياطات الصرف في الجزائر في الظوء السيناريات الاقتصادية العالمية نعم في الظل كما أشرتها على مستوى العالمي اليوم سراعة جيوسياسية عدم اليقين اضطرابات على مستوى الشرق الأوسط أو حتى على مستوى جنوب شرق آسيا اليوم على مستوى الصين يعني الصراع بين الصين وطيوان صحيح يعني نقول بعيد عنها لكنه سيؤثر على العالم باعتبار الصين يعني خزان العالم أو مؤسسة التي تنتج للعالم أي اضطراب في تلك المنطقة سيؤثر بطريقة مباشرة على الاقتصادية العالم اليوم الاقتصاد الجزائر مرتبط بالاقتصاد العالمي فيما يخص خاصة فيما يخص أسعار الطاقة إذا واصلت أسعار الطاقة ارتفاحها وهم بينها جي بي مورغان يعني بنك جي بي مورغان يتوقع أن أسعار الطاقة ستنهي 2024 في حدود 100 دولار للبرميل في حين أن بعض المؤسسات ربما تتوقع أنه سينخفض ومنها من يتوقع ربما تطور الأحداث أكثر وأكثر وتسارع أحداث الجو سياسية التي ستدفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع أكثر وأكثر خاصة نحن اليوم مع استحقاقات خاصة انتخابة أمريكية في نوفمبر القادم هناك عدة قضايا على مستوى الدولي ربما أسعار الطاقة ستواصل في الارتفاع إلى حدود 100 دولار نتحدث عن 100 دولار للبرميل يرافق كذلك أسعار غاز مرتفعة أكيد أنها ستنعكس بالإجابة على الاحتياطات بالنسبة للجزائر معاً الحكومة الجزائرية استغلالها أحسن استغلال بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الجزائري نعم درنا أستاذ أحمد الحدوسي أستاذ في العلوم الاقتصادية شكراً لك على كل هذه التوضيحة إذا مشاهدينا بهذا نكون وصلنا إلى ختام فقرة نقاش الغرفة فقرة غرفة الأخبار متواصلة لكن بعد الفاصل